أنا في بداية اعتقالي فوجئت حقيقة بحجم القسوة والتنكيل الذي تعرضت له وحجم التهديد الذي كان بلا الضوابط وهو اعتقال مختلف تماما عن الاعتقال السابق مما يعني أن الكلمة الأولى التي قلت لي أنت اليوم أسيرة حرب بمعنى لا يوجد ضوابط في التعامل معك عندما أخذوني إلى معسكر كريات أربعة كنت مغمى وتم التحقيق معي وأنا مغمى طلطت العينين ومقيدة تم تهديدي بصراحة بالاغتصاب بحرق أبنائي بقتلهم بالإبعاد مع عائلتي إلى غزة بالقتل بكل أشكال التهديد طبعا أنا رفضت وكنت أدرك أن هذا مجرد تهديد ورفضت التعاطي مع كل هذا الحديث لاحقا تم التنكيل بنا أيضا ونحن في سجن الشارون من خلال التفتيش المستمر العادي تم وضعنا في زنزانة ضيقة جدا زنزانة لأسير تم وضع ست أسيرات فيها لاحقا في سجن الدامون كانت الأوضاع صعبة جدا كنا في عزلة تامة وانقطاع عن العالم الخارجي وتضييق في كل مناحي الحياة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر